بعد راحة تمتع بها اللعبون امسي عودوا كابر الترجي اليوم للتحذيرات استعدادا لمواجهة الملعب التونسي يوم الاربع 21 ديسمبر في مباراة متاخرة لحساب الجولة الثالثة من الرابط المحترف الأولى لكرة القدم الدرب الذي يحتضنه مركب الهادية نيفر سيعرف مشاركة الأردن محمد فيسل أبو زريق شرارة بعد تعافيه من الإصابة كما ستعرف خلاله تشكيلة الترجي تغييرات مالها توضع مستوى بعض من شاركوا أمام النادي سفاخسي والذغوط التي بدأت تسلط على المدرب نبيل معلول بسبب عدم الاعتماد على اللعبين الذين أشرف بنفسه على انتدابهم في المركات الصيفي وفيما ينزل الترجي ضيفا على الملعب التونسي ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة وكشفت الجامعة لكرة القدم عن تاريخ المباراة كما قلنا يوم الاربعاء الواحد والعشرون من ديسمبر على الساعة الثانية بتوقيت تونس على ملعب الهادية نيفر ويدير اللقاء الحكم عامر شوشان وستكون المقابلة منقولة مباشرة عبر منصة الانسبورتس التونسية ويحتل شيخ لاندي التونسي ترتيب البطولة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة بينما تحتل البقلة والمرتبة الرابعة وبسبع نقاط ختاما ومن جانب آخر قال رئيس فرينست فاروشي أنه لا يوجد أي مشكلة في بيع نجم المنتخب الوطن التونسي عيسى العيدوني وأكد أن عديد لاندي ترغب بالظفر في خدمات نجم الفريق ومن أبرزيا سيلتيكالوس كوتلاندي وكذلك فولسبورغ إضافة إلى ليفربول الإنجليزي وحدد رئيس النادي سعر التفريد في اللعب العيدوني بـ 3.5 مليون جنيه سترليني ومن المتوقع أن تكون وجهته المقبلة إنجلترا وفيما تغلق العيدوني مع منتخب نصور قرتاج من نهاية كاس العالم قطر حيث كان كالصخرة في وسط ميدان منتخب تونس واللي يبغي نيجي معنا واللي ما يبغي نيجينا على درامة ربنا